المشاهدين الكرام بالعودة إلى برنامج الحكيم السياسي بصر نرحب بمدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات الاستاذ حسن قطب أهلا وسهلا فيك أهلا بكم شكرا لكم أهلا وسهلا يعني بداية بكل حلقة عم نرجع نحكي بنفس الموضوع بسبب المأساة يلي أثرت بكل اللبنانيين حادث قارب الموت بترابلوس اللا دولة يلي قدت إلى أو سيهمت بانفجار مرفق بيروت اللا دولة يلي عم بتزبدك عم بتهجر شبابه اللا دولة يلي قدت إلى انفجار قتليل هي نفس اللا دولة اليوم يلي عم يدفع أبناء ترابلوس تمن فشلة أو عدم وجودة؟ نحن يجب أن نقرأ في التداعيات ما تبين للجميع اللبنانيين وخاصة لأبناء الشمال أن لا مستقبل في لبنان طالما أن لبنان محكوم بهذا السلاح السلاح الميليشيات وطالما أن هذا الوطن محكوم بسياسات غير منهجية غير واقعية وغير منطقية تؤمن مصالح الخارج على حساب مصالح الداخل وجد المواطن اللبناني أن من حقه أن يغادر لبنان بأي طريقة كانت ثم حتى الحصول على جواز سفر أصبح شيء من المستحيلات بالأمس أحد المواطنين أخبرني ذهب بناء على موعد إلى الأمن العام للحصول على جواز سفر فسئل إلى أين وهل يملك فيزا أو لا يملك فيزا؟ هل يملك تيكت طائرة أو لا يملك تيكت طائرة؟ ومنع من أن يحصل على جواز سفر هذا شيء مخلف للدستور من الذي اتخذ هذا القرار بمنع المواطنين من الحصول على جواز سفر؟ التذرع بالوضع المالي أو بعدم وجود ميزانية لطباعة جوازات أو من عدمه هذا غير مقبول مطلق لذلك المواطن اللبناني سواء كان في الشمال أو غير الشمال ووصل إلى قناعة أنه لا مستقبل لنفسي كما لأبنائي شهدنا أطفال سقطوا شهداء في هذه المجزرة البشعة نتيجة غرق هذا الزورة مهما كانت الأسباب لأن لا مستقبل للأطفال أصبح الأب يبحث عن مستقبل أبنائه يبحث عن مستقبل لهذا الجيل الجديد الذي يجب أن يعيش حياة فيها شيء من الرفاهية كثر من اللبنائيين الذين ذهبوا زيارات إلى الخارج وعدوا قالوا أن أبنائهم الصغار بعمر الأربع سنوات وخمس سنوات أو ست سنوات رفضوا العودة إلى لبنان قالوا هناك كهرباء وهناك مكيفات وهناك إنترنت التسهيلات الحياتية لهم لم تعد رفاهية أصبحت أساسية تعتقد هذا الوضع فقط بطرابلوس أو بكل كيف في كافة الأراضي اللبنانية لكن طرابلوس حتى نتوقف بمنطقية عما يجري في طرابلوس هناك حملة على شمال لبنان هل نسينا عندما وقف الوزير السابق فرنجي وقال أن باخرة النترات توقفت في طرابلوس قبل أن تأتي إلى بيرو هل نسينا محور المقاومة بأسره أن ترابلوس دائما هي مرتع للإرهاب والتطرف وأناك يا إصدر كافة المشاكل تأتي من ترابلوس هذه العبارات والمصطلحات لا تأتي عفوا تأتي مدروسة ومن غرفة عمليات تركز على منطقة الشمال بكل ما فيها من تنوع طائفي ومذهبي ليه لأنه ترابلوس كانت عروسة الثورة هي عروسة الثورة وهي أيضا تحتفظ بتنوع متناجم منسجم المفروض أن تكون متشابكة متناحرة كما جرى بين جبل محسن ومنطقة تبيني الآن اليوم هناك مشاكل في منطقة عكار هناك من يزرع الفتنة في الشمال يقول أنا ضمنة الاستقرار سلاحي في لبنان ضرورة لحماية استقراري واستقرار لبنان حتى أكثر من ذلك نصر الله منذ فترة قال أنا أحمل جيش اللبناني يعني تتهم حزب الله حتى بكل ما يحصل في ترابلوس في موضوع الإعلامي هناك حملة على شمال لبنان وأكثر من حملة هناك منع لأي تطور وأي نمو وأي ازدهار في الشمال من منع تحويل مطار القلايعات أو مطار رنام عوض إلى مطار دولي لتوفير وقت على اللبنانيين في شمال لبنان من المزيق خلالي أحكيها مثل ما هي ليش توفير وقت؟ وقت وأمن جبران طويني كيف ميت؟ كيف استشهد؟ المطلوب ثلاث ساعات أن تكون قبل السفر في مطار بيروت إذا أتى المواطن من عكار إلى مطار بيروت يلزمهم ثلاث ساعات أيضا يعني هناك ست سبع ساعات على المواطن اللبناني أن يعني يعمل حسابه لهذه الساعات قبل السفر لماذا لا يكون مطار القلايعات مطارا مفتوحا دوليا لكل اللبنانيين لأن لا بيئة لحزب الله هناك تستطيع وقف المطار وفتح المطار عندما يريد ولا يستطيع أن يفرض موظفين في المطار كما يحاول أن يفرض موظفين في المستشفى التركي في مدينة سيدة المغلق منذ عشر عام لأنه لا يستطيع أن يتحكم بالمطار ومستقبل المطار وأداء المطار وحرم الشماليين آلاف الوظائف آلاف الوظائف إضافة إلى ذلك مع أنه كان ممكن يكون باب للفسدين بالبلد ويلي بيعملوا مشاريع أنه يستفيدوا منه بس برضو ما عملوا الفساد يجب أن يكون تحت رعايتنا هذا ما يريده حزب الله حتى بالفساد بده يكون تحت رعايته تماما المعابر الحدودية للتهريب أليس فساد من يرعاها من يحميها من يتجاهل وجودها بيقول الحج نايم قاسم أو عفوا مش نايم قاسم أحد كيادات حزب الله بيقول أنه اليوم كل شيء بحاجة له المقاومة لتعزز وجودها ومقاومتها هو مشروع بيحكي عن الموضوع؟ تماما إذن كل شيء ممنوع عن المواطن اللبناني طالما أنه لا يخدم مشروع حزب الله وكل ما يخدم مشروع حزب الله هو مسموح ومطلوب ويجب أن يفرض على اللبنانيين لذلك ما جرى في طرابلس وفي شمال اللبنان هو شيء منهجي ومدروس المطلوب هجرة اللبنانيين إضعاف المكونات اللبنانية لصالح مكون واحد أستاذ حسان كتب مين وصل حزب الله إلى ما وصل إليه ووصل الشعب اللبناني إلى ما وصل إليه؟ حزب الله يملك مشروع ويملك رؤية لهذا المشروع مسحدة سيعد مخطط توجيهي طبعا مساعدته كانت من خلال جهل القوى المعارضة سواء كان يسموها 14 أذار أو غير ذلك لا تملك رؤية موحدة لمواجهة هذا المشروع بعضهم عن جهل وبعضهم عن تواطق لكن بالشكل العام هذه المجموعة المتنوعة من السياسيين والإعلاميين وغير ذلك لم تستطيع أن تفهم أن مشروع حزب الله ومشروع ديني مشروع مرتبط بمجرعية دينية لا يستطيع أن يتنازل ممكن أن يهدئ من حركته قليلا بانتظار الظروف مناسبة عندما حزب الله يكون قويا يطل علينا حصل نص الله مشيرا بإصبعه وعندما يكون ضعيفا يحدثنا عن الحوار وضررت الحوار وضررت أن نتفاهم مع بعض كلبنانيين وكأن هناك تنوع في لبنان يجل حفاظ عليها الموضوع التوافقي والميثاقي الذي يتحدث عنه حزب الله هو شيء مخالف للدستور كلية النظام اللبناني هو النظام برلماني الديمقراطي أي الأكثرية تحكم والأقلية تعارض ولطالما كانت الأكثرية متنوعة فيها مسلمين وفيها مسيحية من كافة الطوائف حزب الله حاول أن يرسخ مفهوما جديدا اسمه الميثاقية التوافقية وهي التي تقوم على الطوائف والآن يشكو حزب الله أو يشكو لنا أن هذا النظام فاسد لأنه نظام محاصصة طائفية وهذا غير صحيح هو من فرض المحاصصة الطائفية عندما قال أن الحكومة يجب أن تكون توافقية الحكومة التوافقية من يحاسب من؟ المعارضة والمواليات ضمن الحكومة إذا من يحاسب من؟ طالما يظهر علينا حزب الله ويقول ما وقعنا به في لبنان الآن هو نتيجة سياسات متعاقبة للحكومات السابقة وهو شريك في هذه الحكومات لكنه لا يعرف أن يلعب سوى دور المعارضة بس ما كان حتى وجوده بالحكومات ما كان موجود يعني حتى حزب الله لليوم بالأمور العريضة بتسمع صوته بس بالأمور الصغيرة اليوم ما بنا ننسى كمان أنه في أفريقاء كانوا مش بس حلفاء حزب الله في أفريقاء كمان كانوا بتاني مال كمان هن معون رئاس الحكومة معون الأكترين في الحكومة هلأ ما عارفوا تصرفوا فيها ما عارفوا كيف يستثمروها ما أقصده هو أن الجميع شركاء فيما وصلنا إليه مين يعني الجميع؟ كل القوة السياسية تشاركت في هذه الحكومات تركيب التسوية التسوية 2016 التسوية الرئاسية كانت مدمرة للبنان التسوية الرئاسية كانت مدمرة للبنان أولا النظام الانتخاب الجديد الذي عطر الحياة الدموقراطية في لبنان من خلال انتخاب مذهبي وطائفي تعتقد هذا الأنون إجا نتيجة المصلحة التي جمعتهم في 2016 كرسوا أو طبقوا مبدأ المصلحة بأنون الانتخاب الأزمة الحقيقية بدأت عام 2008 بعد السابع من أيام بعد اتفاق الدوحة الذي كرسه شيء اسمه الثلث المعطل واسمه يكفي الثلث المعطل أي تعطيل البلد تعطيل في لبنان نشهد مثله الآن في العراق وتحدثوا في العراق عن الثلث المعطل أيضا هذه النظرية واحدة أن الإدارة واحدة الإدارة في طهران وليست في بيروت الإدارة في طهران وليست في بغداد الإدارة في طهران وليست في صنعاء نحن نواجه فريقا واحدا قيدته إيرانية وأدواته محلية التعطيل هي الصفة الرسمية والأساسية لهذا المحور هو محور التعطيل وليس محور بناء نحمي ونبني نحن نحمي بحور يعطل ويدمر لأن نحن نعيش مأساة حقيقية في لبنان هذا الواقع اللبناني لم نشهده حتى خلال الحرب الأهلية خلال السبعينات من القرن الماضي نحن نعيش مأساة حقيقية الآن لا يوجد فريق سياسي سواء كان مع حزب الله أو ضد حزب الله يقدم مشروعا أو رؤية للخروج من الأزمة لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي والحديث الذي يقدمه البعض عن أن المشكلة في النظام اللبناني هذا غير صحيح النظام اللبناني موجود هو نظام مدني وليس ديني حتد لي موضوع عن نظام اليوم عم تحكي كالدستور الموجود عننا ولا النظام يلي أصدق اللي عم بيطبق لأنه اتفاق الطائف مكتوب اتفاق الدوحة فرض علينا أمور بشهد الكتير ما بتنطبق على اتفاق الطائف وسارية المفاول حاليا عن أي نظام عم تحكي نظام يلي هني كالرسول اليوم أو عن نظام الطائف المكتوب نظام الطائف هو استكمال لمثاق عام 1943 جاء كرسة بعض الأمور التي كانت عرفية وأصبحت نصا رئيس الجمهورية مسيحي ماروني رئيس الوزراء مسلم سنين عرفية بعد عرفية كانت عرفية لا أصبحت نص في الطائف في اتفاق الطائف أصبحت نص وتحدث عن المناصفة هنا هذه أمور أصبحت نصا موجودا في اتفاق الطائف اتفاق الدوحة جاء يتحدث عن أمور مختلفة تماما وكان هناك من يحاول تغيير النظام اللبناني تغيير النصوص بالدستور اللبناني بأعراف والعرف لا يلي نص العرف يعوض النقص في النصوص وليس لا يغير نصا ما يحاول حزب الله زرعه الآن هو الميثاقية التوافقية لذلك نعيم قاسم ومحمد رعب قالوا بصوت واضح جدا وكذلك هاشم صفي الدين قالوا أن مهما كانت نتيجة الانتخابات ومهما أفرزت من أكثرية وأقلية نبقى محكومين بالتوافقية الميثاقية وهذا كلام غير صحيح وغير مقبول المطلوب الآن الحديث عن تغيير النظام هو تكريس هذه النظرية نصا ولا أن تبقى عرفا أو تفرض علينا بقوة السلاح سلاح التعطيل وسلاح وقف العمل شو بده يفرض حزب الله نصا بالنص شو بده يفرض الموضوع الميثاقية التوافقية إذا فرضت نصا يصبح خروج أي طائفة من مجلس النواب أو من مجلس الوزراء حكما النظام أصبح في حالة تعطيل كامل كل الطوائف في لبنان لديها قوى سياسية متنوعة ومختلفة إلا الطائفة الشيعية بحكم قوة حزب الله الذي يهيمن على كافة مناصبها ومواقعها بالكامل حتى موقفها السياسي حزب الله وحركة أمل حركة أمل جزء أساسي من هذه المنظومة لكن حركة أمل ليست بعيدة الأجل حركة أمل في أسوأ حالتها الآن وهي في حالة ضعف وتلدي وحزب الله هو الذي يهيمن الآن على الساحة الشيعية حركة أمل هي أصبحت تحت سقف حزب الله سياسيا وغير سياسيا عم ينحكى بدور للرئيس بري بالمرحلة اللي قدمي ماذا بعد الرئيس بري؟ من يقود حركة أمل؟ من يمسك بحركة أمل؟ من يمسك بسياسات ويرسم سياسات حزبه حركة أمل؟ حزب الله هو الآن الذي يهيمن على الساحة الشيعية وأكبر وجه لهذه الهيمنة كان في الإفطار الذي دعا إليه السفير السعودي عندما حضر كافة رؤساء الطوائف باستثناء الطائفة الشيعية وكأن الطائفة الشيعية أصبحت جزءا من منظومة حزب الله وليس العكس عادة الأحزاب تمثل قوة تمثل بيئة تمثل مجتمع وتدافع عن مصالحه إلا في الحالة الشيعية أصبح المجتمع الشيعي مع الأسف الشديد مرهونا لسياسات حزب الله ويخدم سياسات حزب الله وعليها أن يحمي حزب الله عكس المفهوم الحزبي تماما لذلك الآن الموضوع ترسيخ هذه النظرية نصا هو أمر خطير جدا لأن خروج أي وزراء من أي طائفة من المجلس الوزاري أو مجلس الوزاري ويعطله وبالتالي كنت قبل ذلك أن كافة الطوائف اللبنانية منقسمة إلى قوة سياسية متعددة ومتنوعة وهذا شيء جيد ولا يعتبر منقصة إلا في حالة الطائفة الشيعية هناك من يهيمن على قرارها فإذا ما ذهبنا إلى الميثاقية التوافقية سيكون لدينا في لبنان قوة راسخة متماسكة بقوة سلاحها وقوة متعددة الأوجه ومتعددة الأراضي مع حقفاته على كل شيء تماما تستطيع وتستخدم القوة المؤيدة لها أو الخاضي علىها ضمن الطواقف الأخرى نحن بيظل الحديث عن الأنظمة اليوم بالطريقة اللي نحن ماشيين فيها بالبلد وبعتقد بشدد كتير من الناس صرنا بحاجة إلى إما تعديل إما تطوير يسموا اللي بدوا يسميه النظام اللبناني النظام السياسي اللبناني حضرتك مع تطوير حتى هذا النظام أو عدم ألمس فيه بوجود السلاح لا يوجد نظام لا يتم تطويره بين فترة وآخر الأمور الاجتماعية الأمور الاقتصادية كل الأمور تتغيح يستدعي التطوير وتستدعي مع تطور الأحداث وتطور الثقافات والعلاقات أيضا نحن في لبنان النظام معطى علينا تطبيق الدستور بكاثة بنوده ومن ثم يتم التعديل نرى أين هي الشوائب أين هي النواقص ما الذي يتطلب تعديلا أو توضيعا حتى تفسير النظام الدستوري يختلفون على تفسيرها بس اليوم حضرتك من أول حلقة حكينا بيمكن أربع خمس نقاط هي من موضوع التلت يلي هو ضامن صار تلت معطل بموضوع اليوم دعوة إلى جلسات أو موضوع انتخاب رئيس جمهوري كيف حدفي يعطل بلد سنتينوس إن كان تسمية رئيس حكومة يعني في قصص اليوم صارت واضحة أنه هو بده تطوير وبده تعديل وبده زكي صار بالدستور نقدر بهذا الزرف اليوم نضطرق لهذا المواضيع هذا الفريق لا يهمه التطوير ولا التعديل يهمه أن يبقى الأمر على ما هو عليه لأن لبنان دوره أن يكون ساحة صراع وليس واحدة استقرار لبنان ساحة صراع إيران تستخدمه لتهديد إسرائيل والدول العربية المعارضة لها عندما تريد وساعة تريد ما هي أهداف عمليات الخطفة المستمرة على الساحة اللبنانية منذ أيام خطفة محاسب لشركة سينمائية من يرعى هذا الفلتان والمضحك والمبكي في نفس الوقت أنه عندما تم الإفراج عنهم الأمس شكرا حزب الله على دوره في الإفراج الأجهزة الأمنية أصدرت أنها استطاعت الإفراج عنهم لكن لم تحدد من هو الخاطئ إذا من خطفه ومن تدخل للإفراج عنهم خلاص أقوله الحمد لله على السلام هذا شيء غير مقبول حتى زراعة الحشيش والمقدرات وصناعة الكابتكون يتم مصادرة كميات بالملايين من الحبوب ولا يتم ذكر من اعتقل ممن صنع هذه الحبوب هناك تعمية على المصادر التي ترعى هذا الفساد وترعى هذا الخطر المحدق بالشعب اللبناني والعالم العربي وكافة الدول العالم لأن هذه الأفة تضرب كل الشباب في كل العالم وليس في لبنان ومع ذلك لا نرى معالجة جدية لأن هناك من يحمي هذه الزراعة هناك من يحمي هذه الصناعة هناك من يستفيد من التمويل مشروعي ليست مهمتنا تحديد من هي الجهة لكن القضاء عليها أن يحدد هذه الجهة الأجهزة الأمنية مطلوب منها أن تحدد هذه الجهة لأنه من غير المقبول أن نقرأ بيانات تتحدث عن مصادرة ولا تتحدث عن اعتقال وتوقيف هذا الشيء معيب حتى عمليات الخطف تدام بهذا الشيء حتى ذكرتني هلأ قائد الجيش بيقول أنه من بعد أحداث الأليمة تبع ترابلوس أنه يلي عم بيهرب يلي مسؤول عن الزورق أو القارب هو كان قبل نفس التهمة قدام القضاء ونحكم عليه حوالي سبعة أيام ورجع طلع ورجع عادة يعني قطب هذا الكلام بالجرائب هناك إجراءات غير مناسبة يعني اليوم ما في شيء بقى لا قضاء ولا سلطة سياسية ولا أمن قبل شهر رمضان المبارك تم تجاريمة قتل في بلدة أنصار الجنوبية طالت ثلاثة فتيات والوالدة أربع قتلوا بوحشية أين التحقيق؟ من يتحدث عن دوافع الجريمة؟ هناك تعمية حقيقة عن هذه الجريمة ونشرت لكثير من الشائعات التي تضل للناس ولا نعرف فعلا من ارتكب الجريمة ولماذا ارتكبت وكيف ارتكبت هناك عمل مدروس للتعمية على المواطن اللبناني يبقاها في حالة ضيع وخوف وقلق هيدا الموضوع قبل الانتخابات النيابية من هون بديفوت على محور الانتخابات برأيك هيدا الانتخابات رح تصير أو رح يتم تأجيلها أو عرقلتها أو تأثير عليها بطريقة من الطرق من الأحداث اللي عم نحكي فيها المجتمع الدولي يسر على إجراء الانتخابات لضرورة إجرائها وللتأكيد على أنها بس للتمسك بالمهل الدستوري تماما وللتأكيد على أن السلطة يتم تداولها ويتم التعبير عن رأي المواطن اللبناني في صندوقها ما بقى في حماسة يعني غربية الحماسة موجودة ولكن القوى اللبنانية في الداخل غير حريصة على إجراء هذه الانتخابات وخاصة الفريق المهيم من الآن الثناء الحاكم سواء التيار الوطني أو حزب الله وحركة أمل يدركون وقناعة يدركون أنه ليس بإمكانهم إعادة الأكثرية التي كانوا يمتلكونها في انتخابات 2018 لذلك ليس لديهم حرص شديد على إجراء هذه الانتخابات ولذلك نسمع من الرئيس بري ومن سواه لن نرضى بتأجيل الانتخابات لن نقبل بتأجيلها من يتحدث عن التأجيل؟ على من يردون؟ حتى سيد حسن نصر الله اتهم الأمريكان إذن الأمريكان يريدون التأجيل بينما الأمريكان يضغطون لإجراء الانتخابات لكن ما أقصده هنا أنهم عندما تصدر بيانا فيه رد على آخر من هو الآخر؟ لا يوجد آخر لم يصرح أحد لا من السياسيين ولا من الإعلاميين بضرورة تأجيل الانتخابات إذن عندما يصدرون هذه البيانات هي تحضير للرأي العام أن هناك ممكن إمكانية التأجيل وما رأيناه في السرافاند من هجوم على لائحة معارضة ومنعها من عقد لقائها وإصدار بيانها واستقبال مؤيذيها هذا دليل على أن هناك منطقة معينة ممنوع أن يكون هناك فيها صوت معارض وبالتالي تصبح هذه الانتخابات معلبة والمطلوب من الانتخابات هو إجراء تغيير حقيقي وسماع صوت المواطن بحرية أين الحرية؟ إذا لا يوجد حرية إذن لا يوجد انتخابات حقيقية ما جرى في بعلابك الآن من ضغط على بعض المرشحين للانسحاب وانسحبوا إذن هذا شيء خطير أيضاً لهذا يدل على أن هناك فريق فعلاً يخشى من الهزيمة يخشى من عدم قدرته على إعادة أكثريته التي كانت نتيجة تسوية عام 2018 لذلك هناك فريقين حريصين على مقاطعة السنة في لبنان للانتخابات حزب الله حتى يفرد على الساحة السنية مرشحية وسعد الحريري حتى يقول للخارج أنه بخروجه انهارت الطائفة وهذا غير صحيح هذا اللي بدأ سألك اليوم عم تحكي بضرورة التغيير من بعد الانتخابات اليوم مين عم يضر أكتر بموضوع مين عم يوقف بوجه التغيير هل هي المجموعات الثورية أو الرئيس الحريري اليوم بأرار عزوفه عزوف الرئيس الحريري كان أنا أعتبر أن موقفه كان جيدا وخدم الساحة السنية كثيرا لأنه بخروجه ارتاحت الساحة السنية من أداء سيئ ومن أداء سلبي ومن مواقف غير مدروسة وانتهازية في نوع ممكن القول عام 2018 هل أدي رئيس الحريري بتحمل مسؤولية؟ التسوية الرئاسية التي وقعها مع زبران باسيل ووفيق صفا كانت مؤزية جدا للواقع اللبناني ووصلنا الآن إلى ما وصلنا عليه نتيجة هذه التسوية ندفع ثمن اليوم تسوية 2016 كل اللبنانيين يدفعون هذا الثمن وللدلالة على ذلك أكثر سيدرون الذي تم التحديث عنه في أوروبا وطلب من اللبنانيين ومن القيادة اللبنانية ومن المواطنين اللبنانيين تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام لأن هذه بطالة مقنعة غير مفيدة غير منتجة ماذا كان الرد عام 2018 توظيف ثلاثين ألفا إضافيا في القطاع العام على ماذا كان يراهن سعد الحريري ونبيه بري وحسد نصر الله وجبران باسيل وباقي المنظومة المؤيدة يراهنوا عن أن لبنان لن يترك وسيندفع العالم العربي لدعم لبنان لإنقاذه وستندفع أوروبا وولايات المتحدة لدعم اللبنانيين حتى لا يصبح لبنان عرض للانهيار ما تبين أن المجتمع الدولي والعربي تخلى بالفعل عن دعم هذه المنظومة وليس عن الشعب اللبناني نحن الآن نشاهد حقيقة الأداء السياسية الحقيقة لهذه المنظومة وبالتالي المجتمع العربي والدولي لن يتخلى عن لبنان ولكن بطريقته وليس كما يريد حزب الله وغاق المنظومة السياسية ما بتليه أنه اليوم خسارة أو خروج التيار المستقبلي من الحلب الانتخابي اليوم رح يحسن وضع حزب الله ويوصل نواب إلى حزب الله بالعكس هذا ما يقلق حزب الله الآن لأن الساحة السنية تاريخيا هي ليست ساحة خاضعة لقيادة واحدة وللدلال أعطيك دليل على ذلك نحن تاريخيا الكرام في طرابلس صائب سلام والكثير من القيادات السنية كانت في بيروت واثمانة دنع عبدالله اليافي والآخرين في مدينة سادة كانت فيزري وسعد في البقاع كان هناك القادري وغيرهم والميس والآخرين الساحة السنية لم تكن يوما خاضعة لسلطة قيادة واحد بعد اغتياد الرئيس الحرير التفى الجميع حول سعد الحرير باعتبار أن هذه الجريمة تستهدف طائفة أكثر منها تستهدف شخص فكان الالتفاف للدلالة على أننا لازلنا متماسكين لازلنا حريصين على استقرار لبنان وهذا الكيان وعلى دورنا ضمن هذا الكيان لكن سعد الحرير مع الأسف الشديد لم يتصرف بحس المسؤولية الكافي لإدارة هذا الملف والدليل على ذلك هو التراجعات المستمرة لكتلته النيابية لحضوره الشعبي لغيابه المستمرة عن الساحة اللبنانية مما يعني أن تعطيه مع هذا الملف لم يكن بالمستوى المطلوب مما أتاح لحزب الله التغلق الأكثر ضمن كافة البيئات ومنها البيئة السنية لأن الفراغ يأتي من يملأ هذا الفراغ وهناك من يقدم أفكارا ورؤى سياسية يعني بتعتقده هو أكثر من خدم حزب الله بسياساته الغير مدروسة صحيح خدم حزب الله خدم حزب الله لا شك في ذلك وخدم أيضا التيار الوطني عندما تحالف معه وهو من أوصل جبران باسيل لسدة النيابة في البترون عندما ذهب شخصيا وطلب من الناخبين المؤيدين لتيارة المستقبل انتخاب صديقي جبران باسيل صديقه هذا هو الذي أسقط حكومته عام 2010 وقال يدخل إلى بيت الأبيض رئيسا ويخرج مستقيلا هذا الصديق هو الذي نشر كتاب الإبراء المستحيل وقال هذه فئة فاسدة وهذا فريق فاسد وهذه عائلة فاسدة وهذه طائفة فاسدة أيضا مع الأسف الشديد وهذا تموت وقام بالتحالف معه نحن لا ننسى هذا الكلام ولا يمكن أن نتجاهل هذه المواقف المطلوب موقف وطني جامع يجمع اللبنانيين على حفظ الكيان وحفظ هذا الاستقرار والتخلص من كافة بيظل حديثك عن المواقف وطني يحكي أنه الرئيس الحريري بهذا الظرف عم بيصفح سباته الرئيس السانيورة صحيح هذا الكلام الرئيس السانيورة إنسان واقعي يعني مش بس الرئيس السانيورة لأنه نحن عم نحكي نادي الرؤساء كلهم وكل الشخصيات هل حقيقة بعد ما حضرتك ذكرت موقف وطني وعم تحكي بهذا الكلام يكون الرئيس الحريري بهذا الظرف عم بيتبع هذا الاسلوب الرئيس الحريري لا يجد له دور خارج موقع رئاسة الوزراء عندما سقطت حكومته عام 2010 خرج من لبنان أربع سنوات خرج من لبنان أربع سنوات بالذريعة أنه هناك تهديد أمني كان ذريعة هيدا أنا أعتبر ذريعة وهو ما يتهدد الرئيس يتهدد كل مواطن لبناني يعني هل يتهدد الآن نرى في أوكرانيا الرئيس زالينسكي يتجول في شوارع كياب والروس يطاردونه ويتجول من موقع مسؤوليته بس كمان فيه سيبة يعني الرئيس الشهيد صحيح كلنا معرضوا وليس هو معرض وحده على الأقل يتخذ إجراءاته الأمنية يخطف من حركته ولكن غيابه عن الساحة اللبنانية يعطي فرصة للآخرين للتحرك مديلا عنه وعندما اعتذر عن تشكيل الحكومة مؤخرا وتم تكليف الرئيس ميقاطي أيضا خرج من لبنان هو يعيش في الإمارة إذن المطلوب أن تكون في لبنان رئيسا أو لا تكون هذا شيء غير مقبول العمل السياسي مسؤولية وليس هواية أو بعد الدوان العمل السياسي مسؤولية لا يمكن أن تقود شعب اللي لم تدرك مشاكله اللي لم تعيش معاناته نحن الآن في أسوأ الحالات ماديا معنويا أمنيا اقتصاديا ثقاف يعني الرئيس الحريري تارك شعبه طبعا كيف يتعاطى مع جمهوره إذا اعتبرنا أنه زعيم طائف كيف يتعاطى معه كيف يتواصل معه ما هي أدوات التواصل لم نسمع أن هناك تواصلا لم نسمع أن هناك احتكاكا حتى في 14 شباط الماضي عندما جاءت الناس من كل المناطق إلى قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تأتي بدعوة من أحد لا من 14 أذار ولا من طيار المستقبل صحيح الرئيس الحريري جاء ولم يتكلم مع جمهوره الجمهور كان يقول الرئيس الحريري نحن لازلنا على مسارنا مع وحدة لبنان مع استقرار لبنان مع التخلص من هذه الطغمة الحاكمة المسلحة حتى الأسنان والتي تمنع استقرار لبنان وهو خرج من لبنان دون أن يتكلم بكثيرا ما رح يحل مطرح الرئيس الحريري؟ ما رح يخذ من شعبيته؟ ما رح يكون موجود؟ ما رح يخلق شخصيات جديدة؟ هناك خلل الآن ضمن تيار المستقبل إذا كان تياراً وليس تياراً هناك خلل في داخل ضمن البيئة المؤيدة هل نغيب عن الساحة أم نشارك في الانتخابات؟ الغياب عن الانتخاب خدمة لحزب الله لأن حزب الله يراهن على مقاطعة السنة وإذا انتبهت إلى آخر خطاب لحسن مصر الله قال فيه أن هناك خللاً وهناك خلافات داخل هذه المجموعات ومجموعات مترشحة كثيرة نحن نفتخر أن هناك عدد كبير من اللوائح الانتخابية لأنها تعبر عن تعدد وجهات النظر عن تعدد الخيارات لكن إذا نظرنا إلى ساحته نرى أنه ممنوع على أحد أن يترشح ماكسيموم هناك لائحة أو لائحتين أو ثلاثة لواح إذا استطعت الاستمرار هذا أنه لم تكن نقصاً من عدد النواح المطلوب أن تبقى الساحة خالية ومقاطعة حقيقية من قبل من يؤيد الرئيس الحريري حتى تخل الساحة لمن يؤيد حزب الله أو على الأقل لا يعارض حزب الله هذا اليوم الناخب السنة يتحمل مسؤولية مصير لبنان الناخب السنة الآن أساسي في تحديد مستقبل لبنان ومصير لبنان لأكثر من سبب وخاصة مدينة بيروت مدينة بيروت التي عانت على مدى عقود من الظلم يعني بيروت الثاني 11 نيب عانت على مدى عقود من ظلم حركة أمل وحزب الله حركة أمل لم تقصر أبداً في الإساءة لمدينة بيروت خلال الثمينيانات والتسعيدات وحزب الله مارست دور عينه في السابع من أيار عام 2008 هناك عمل دؤوب على إضعاف مدينة بيروت وهناك من أغلق الوسط التجاري ودمره تم تدمير الوسط التجاري الذي كان در التاج مدينة بيروت كانت المدينة تعج بالحركة والحياة أصبحت مدينة ميتة وجاء الانفجار ليدمر باقي الأحياء المحيطة بالوسط التجاري ليقول أن معظم بيروت أصبحت مدينة ميتة الحياة فقط موجودة حيث يوجد هذا الثنائي وحيث يوجد استقرار يفرضه هذا الثنائي وهذا أمر مرفوض لماذا هناك حياة؟ يعتبرون أن هناك حياة ولكن الحياة الحقيقية هي حياة الحرية حياة أن تمارس دورك بحرية مطلقة سواء انتخابياً أو في ممارسة عملك ومهنتك وعلاقاتك الاجتماعية وعلاقاتك الثقافية وحتى في انتمائك السياسي لا يمكن أن أفرض عليك انتماءاً تحت شعار التخوير أو العمالة للسفارات أو هذه العبارات التي تخيف المواطن اللبناني وتمنعه من التعبير بحرية عن رأيه أو انتماء إلى فريق سياسي كما يتم الحملة على القوات اللبنانية الآن وكأنها الفريق الوحيد الذي شاركه في الحرب الأهلية في لبنان وكأن لا حرب مخيمات خرضها نبيه بري ضد الفلسطينيين وكأن لا حرب إقليم التفاح خضتها حركة أمل وحزب الله ولا حرب ضاحية بين أمل وحزب الله ولا حرب أشقاء وأخوة أعداء كما كان يطلق عليهم في ذلك الحين هناك من يعمل على تجهيل اللبنانيين بهذا التاريخ معتمداً على أن الجيل الجديد لا يقرأ كثيراً ولا يعرف عما جرى خلال العقود الماضية فبالتالي يصبح وكأن القوات اللبنانية الفريق اللبناني الوحيد الذي كان في الحرب وخرج من الحرب ولذا لا يعيش الحرب وهذا أمر مرفوض إما أن نفتح ملفات الحرب جميعها ولكافة القوى والفئات وإما أن نطوي صفحة الحرب مع اتفاق الطائف اتفاق الطائف جاء وطوى صفحة الحرب واعتبر أننا بدأنا بداية جديدة وعلينا أن نعيش ملفات وهذا ما جرى ما صارت المصالحة والمصارحة اللازمة بين مكونات وأفريقا هذا ما يجب أن يعمل عليه هناك من يرفض العمل عليه حتى يبقى لبنان ينقسم ساعة يريد وحين يريد ينطبق على ترابلس دعني بس أوضح هذه الفكرة عام 2005 خلال الانتخابات تحالف حزب الله مع القوات اللبنانية في دائرة بعبدة وكان المرحوم إدمان النعيم هو رئيس اللائحة ممثلا للقوات اللبنانية كيف أصبحت القوات اللبنانية الآن عند حزب الله مجرمة وقاتلة وتستحضر التاريخ والآخرين إذن هناك لعب على الأحداث التاريخية بس غير يعني عم تحكي مثل كأنه اليوم ما بتعتقد هذه الطبقة وهذه المنظومة ساعة البدن بيتخنق أو ساعة البدن بيتصالحه اليوم مش الكوات اللبنانية كمان يلي لو لا منا دورة الأساسة والغطاء يلي أمنته للرئيس هون كمان ما كان قدر مصل يعني اليوم هيد اللي نحن عم نشوفه اليوم ضرورة انتخابية ما بعد الانتخابات هيدا هون سؤالي مرحلة ما بعد الانتخابات شو رح يصير رح يقدوا كلهم مع بعضهم القوات اللبنانية ارتكبت خطيئة كما ارتكبها سعد الحريري وكما ارتكبها وليل جمعان اتفقوا على انتخاب الرئيس عون رئيسا بتسوية لا نعرف عمقها إلى أين يصل وبالتالي نحن ندفع ثمنها الآن وكلهم يتحملون المسؤولية والتبرق مما يقوم به لا ينفع ما ينفعنا الآن هو التصويت لخيارات جديدة لوجوه جديدة نحن يجب أن ننتخب مسارات سياسية وليس أشخاص يجب أن نسأل المرشحين عن برامجهم عن مواقفهم عن تطلعاتهم ماذا بعد الانتخاب كما تفضلت ليس لأنه هذا صديق وهذا عزيز وهذا يمثل هذا الفريق أو ذاك الفريق يجب أن ننتخب من يحمل رؤية تضمن مستقبل تعتقد مشروع بعد الانتخابات هو نفسه مشروع ما قبل إذا جاء هذا الفريق بكامل تفاصيله رح يكمل نفسه لحنعيش نفس التجربة لأنهم لا يملكون رؤية من يقدم منهم رؤية سياسية أنا أسأل من منهم يقدم رؤية سياسية راجع كافة تطلعاتهم السياسية التي يقدمونها انتخب هذا الفريق أفضل من أن تنتخب ذاك الفريق إما أن يلجأ لإثارة الغرائز الطائفية والمذهبية وإما أن يذهب إلى أحداث معينة للإضاءة لأنه هو مستهدف ويجب أن تقف إلى جانبي لحماية أنا من الإستهدف عم بيأس العالم يوم أحزاب المنظومة عم بتبس أخبار أنه لا شو تتروح وتنتخبه وراجعين راجعين هذا ما يريده حزب الله لأنه يستنهي ساحته بالتكليف الشرعي ويحبث ساحتك بالتنوع وتباين الآراء ووجهات النظر ما معنى التكليف الشرعي؟ التكليف الشرعي هو قرار ديني أي أنك إذا لم تنتخب فأنت آثم وتعاقب يوم القيامة هذه ليست عبارة سياسية تستعمل هذه كلمة خطيرة استخدامها مخالف للدستور ويولغي الانتخابات ونتائجها ويجب أن يتوقف عندها كل قانوني التكليف الشرعي هو إثارة الخوف لدى الإنسان العادي ليس السياسي الإنسان العادي المواطن يعني عم بتأثر على مجريات الانتخابات ككل؟ تماما إذا انتخبتني أنا أو أنت خلافا لتوجهات المرجعية الدينية هذا أنت آثم وتعاقب وتحاسب وواء آخرين وهذا يزرع الخوف في قلوب المواطنين وهذا أمر مرفوض ويخالف الدستور نحن في دولة مدنية ولسنا في دولة دينية فإذا كنت تريد استخدام الدين لإجراء انتخابات هذا معنى أننا نحن في دولة مختلفة تماما ونحن نستطيع أن نتعايش مع بعض وهذا مرفوض أيضا لأن حتى هذه البيئة لا تدرك مخاطر هذه المصطلح وهذه العبارات والمفردات هذا أمر خطير جدا توقعاتك لمرحلة ما بعد الانتخابات إذا قالنا أن المشهد تغير وصار فيه كوة تغيرية جديدة اليوم أقل ما يقال فيه مثل ما بيقوله خطة رح تركب ويبلش التقدم على صعيد كل الملفات صحيح؟ إذا عادت هذه المنظومة وأنا بنضوع على هذه المنظومة إذا رجعت شو رايحين ب16 شهر ب16 أيار شو رح يزير سنعود إلى ما كنا عليه لأن حزب الله أبلغنا سلامة بيأدي نرجع يعني فيه ناس اليوم بتقول لك خليني أرجع لللي أنا عليه ما بيأثر تعتقد رح نبقى بس؟ سنرجع إلى الشكل السياسي ولكن الواقع الاقتصادي سيزداد سوءاً أنا بهمني اليوم الواقع أنا بهمني اليوم لعالم تعرف اجتماعياً معيشياً إذا بقيت هذه المنظومة الواقع الاقتصادي والاجتماع الذي نعيشه سيزداد سوءاً وانهياراً ووجعاً لأن هذه المنظومة لا تملك قدرة على إخراج لبنان من أزمته الكابتال كنترول الذي يتم طرحه الآن هو تجريد الناس من أمواله كيف يمكن لهذه المنظومة؟ هناك ما يسميه قانون عفو عام عن المصارف عفو عام عن المصارف ولكن من يتحمل كلفة هذا العفو المواطن اللبناني المواطن المواطن الذي عمل طوال حياته ليؤمن مستقبله أو مستقبل أبنائي المواطن الذي كان مغترباً يعمل في أسقاع الدنيا ليؤمن مستقبله في لبنان ويعود إلى لبنان كيف يعود إلى لبنان؟ لماذا يعود إلى لبنان؟ وهو لا يملك مالاً هذه المنظومة يجب أن تحاسب على ما ارتكبته لا يجب أن تكافأ بقانون كابتال كنترول يعفيها من المسؤولية ويعود عليها خسائرها على حساب المواطن اللبناني الذي تحمل الخسارة مرتين مرة عندما يعيش هذه الحياة الذليلة التي نعيشها ومرة ثانية من أجرد من أمواله كيف ينطلق من جديد؟ والأخطر من ذلك هو خسارة الثقة بالقطاع المصرف اللبناني القطاع المصرف اللبناني هو نهضة لبنان هو القطاع السياحي وهو القطاع التجاري وهو القطاع الصناعي وهو القطاع الزراعي هو كل القطاعات القطاع المصرفي هو الذي أسس كل هذه المؤسسات في لبنان إذا ضربت الثقة بالقطاع المصرفي كيف نعود إلى الحياة من جديد نعود إلى المقايضة إلى التبادل بالنقدي وهذا غير أمر مرسى سندوق النقد الدولي راح يتم الاتفاق معه بعض الانتخابات ولا بتستبعد هذا الموضوع هناك شروط لصندوق النقد الدولي وحزب الله يرفضها أولها موضوع الكهرباء أولها موضوع الكهرباء لا للخسخصة وهذا شرط من النقد الدولي لا لرفع الأسعار وهذا شرط من شروط النقد الدولي صندوق النقد الدولي ولا للمراقبة أيضا لأن من يستفيد من سرقة الكهرباء بس اليوم حزب الله كمان بده مساري بده البلد يعني بده يقدر يضل موجود حزب الله هو لازال حزب الله يعول على عودة المجتمع الدولي لرعاية لبنان حرصا على المواطنين اللبنين يعني عمي لعب اللعب الإيراني بالوقت نفسه أطول لأنه يتمول من إيران ويتمول من التجارة غير الشرعية التي يرعاها أو يحميها أو هو شريك فيها لنعلم يعني ما فيه اتفاق مع صندوق النقد برأيك بعد الانتخاب هذا ما قاله نعيم قاسم منذ أشهر لا اتفاق مع صندوق النقد تحت شروط النقد الدولي ما هو أصلا صندوق النقد يعني مش عاري حدا يعني حاط الشروط وماشي شو بدي يغير له نحن بحاجة إلي ترمال الحاج نعيم قاسم يعني بدي يغير شروط حرصا على المواطن اللبناني نحن بحاجة نحن بحاجة نحن بحاجة أنه يرجع لبنان يلي كان فيه ومش بحاجة لحده يديننا ويوقفه سرقة لبنان منهوب مش دولة فقيرة أبدا يجب استعادة الأموال المنهوبة يعني بالنهاية كل يلي عم نسمعه اليوم مرتبط بالانتخابات حتى الكابتال كنترول فيه إمكانية أنه يلي اليوم عرقلوا الجلسة بعض الانتخابات يجعوا يأمنوا النصاب ويروحوا للإكرار تماما لأن هذا يحميهم من المسائلة والمسئولية ويغطي عجزة الدولة اللبنانية يعني هيدا اللي عم نجرب قد ما فينا نوصل للعالم تيعرفوا قديش أهمية انتخاب ومشاركتهم بالانتخابات رسالة أخيرة منك للناس يلي مش عارفة بعد شو بدأت تعمل بموضوع الانتخاب على المواطن اللبناني إذا كان مرتاحا إلى ما هو عليه الآن فلينتخب هذه المنظومة أما إذا لدى أن يخرج من هذا البئر العميق الذي سقطنا به نتيجة سياساتها نتيجة ممارساتها الأمنية الميليشيوية تعطيل المؤسسات مؤسسات الدولة مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام ومراكمة دين ضخم جدا نتيجة التوظيف غير المسؤول في القطاع العام هذا كله يتحمل ويلي بده يقاطع ولا يمكن أن نغير الواقع إلا بانتخاب فريق جديد فريق قادر أن يقول لا ويرفض ويرفض هذه السياسات ويعمل على تغييرها وفتح العلاقات مع المجتمع العربي والدولي الذي طالما كان ضامنا لاستقرار لبنان وضامنا لمعالجة أزمات لبنان والناس اللي مش متأملة من خلال الانتخابات شوف تقولها لا خيارة لها إلا أن تنزل أن لا تنزل إلى صندوق قد يبدأ تحمل يعني من بعد الانتخابات انتخبوا ولا ما انتخبوا وبدو يدفعوا تصبح شريكة لهذه المنظومة في القطاع على استقرار لبنان أنا بدي أشكرك الأستاذ حسان قطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات أهلا وسهلا فيك أهلا بكم شكرا مشاهدين الكرام ما حدا رح يعملكوا شي أنتوا يلي بتعملوا وإذا بدكم تغيروا هيدا الواقع اتشجعوا وغيروا بصوتكم بالانتخابات اشتركوا في القناة